ولمزيد حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي الآن في الستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي أهلا وسهلا بك رائد معنا دعنا نبدأ من البيانات التي صدرت مؤخرا من منطقة اليورو حول تباطئ التضخم هذه البيانات كيف تقرأها وكيف ممكن تنعكس على قرارات المركزية بما يخص الفائدة هناك كان هناك بعض التلويح من كريستين لغارد رئيسة المركز الأوروبي بأن التضخم يستهدف باتجاه المستهدف وهو عند مستويات مطمئنة ويمكن أن يكون هذا إعاز مسبق أن المركز الأوروبي يتجه إلى تسهيل أكبر في السياسة النقدية وربما تقليص أسعار الفائدة بشكل أكبر حتى يعالج جانب النمو في الأسواق وحتى يعود نوعا ما لتحفيز الاقتصاد بشكل عام ولكن نحن نعلم تماما أن الوضع بالنسبة للمركز الأوروبي وبالنسبة لمنطقة اليوروزون ليس بسلاسة الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون هناك مخاوف عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى ربما ساهمة في تراجع تضخم تراجع أسعار النفط نحن عم نشوفها أنه خلال الربع هذا تراجعت بأكثر من 16% ولكن هذا لعب دورا هاما في أن يتراجع عندي تضخم لكن نعلم تماما أن مشكلة منطقة اليورو حاليا أسعار الفائدة ليست بمرتفعة بشكل كبير ليس لديهم مجال كبير لتقليص أسعار الفائدة وبالتالي سوف يكون هناك بطء في عملية تسهيل السياسة النقلية طيب سريعا تصريحات جيران باول رئيس الاحتياط الفيدرالي حول أسعار الفائدة أيضا مؤخرا كيف تقرأها؟ هالاقتصاد بالفعل ليس بحاجة لخفض أكبر ربما نحتاج قراءة سوق العمل بنهاية عملات هذا الأسبوع للوقوف حقيقة إذا ما كان الضرر كبير داخل الاقتصاد نحن اليوم عندنا بعض البيانات ممكن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية ISM Manufacturing وهو مهم جدا للصناعات التحولية ولكن الصناعات غير التحولية لا تزال فيه انكماش وهذا يعطي إشارة سلبية أيضا سوق العمل في بعض الضعف والتراجع فهل سوف يضطر الفيدرالي الأمريكي إلى تقليص أكبر في أسعار الفائدة من 25 نقطة أساس أعتقد جيروم باول يوم أمس قال لا وأن هناك فقط خفضين مقبلين ب25 نقطة أساس كحد أقصى والعودة إلى التقليدية في تسهيل السياسة النقدية نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي متماسك وأداءه إيجابي بشكل عام طيب سريعا إلا ذهب بعد تصريحات باول بما يخص الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية هل هو مؤهل للمزيد من الصعود أو ممكن يكون في حد؟ حقيقة نرى المشتري قوي ويتماسك السعر بشكل واضح في قرب من أعلى مستوياته التاريخية دون توجهات حادة للبيع وهذا دليل إضافي على أن هناك رغبة في التحوط من الأحداث بشكل عام وأننا أيضا مقبلين إلى انتخابات أمريكية فبالتالي تلك قد يسهل عملية ارتفاعات أسعار الذهب ومزيد من التراجع في أداء الدولار الأمريكي سيدعم بلا شك عودة الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة طيب النفط شوي محيرنا اليوم ارتفع شوي رجعا خفض على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية ما الذي يمكن أن يكون أدى لانخفاضه؟ حقيقة نحن نرى أن النفط فيه عندنا ضعف بالطلب يسيطر على الموقف بشكل كبير جدا فقد النفط ما يقارب 19% خلال الربع الرابع الربع الثالث نرى سبتمبر كان أداءه 9% فقط كان تراجعاته لوحده كان جهر سبتمبر مع ذلك توترات الجيوسياسية لم تدعم أسعار النفط بشكل كبير جدا ربما ضعف الصين هو السبب الرئيسي بتراجعات أسعارهم يعني ضعف الطلب سبب أقوى من الاضطرابات الجيوسياسية إذن شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتية أعطيك العافية رائد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر